ليه ممكن واحد يعني يقططع من وقته ومن صحته ومن أعصابه وقت كبير جدا عشان يهاجم ويتدايق ويتنرفز ويتناحر وانا مش هسيبك وانا هجيبك وانا هعمل لك ليه ممكن الكورة تخليك توصل للمرحلة دي رغم ان هي بطبيعة الحال زي زي ارياضة المفوت تهدي لك أعصابك وتخليك أكثر اتزانا يعني ايه اللي يخلينا نوصل للمرحلة دي انا مش بتكلم علينا احنا على فكرة بس ده في العالم كله اه يعني طبعا طبعا يعني بس يعني فاهم الرياضة فاهم قيم الرياضة بتخليك تبقى أهدى شوية يعني فكرة انك تبقى عارف ان الرياضة دي فيها انتصار وفيها انكسار وعارف ده كويس قوي ده حيخليك أهدى برضو بص الاعلام عليه دور مهم جدا يعني الاعلام لما يعني انا لو انا قاعد مثلا قدام شاشة وتليفزيون ومايك وفيه ملايين او الاف بيتفرجوا علي وبعدين انا قلت الفريق ده ده فريق تعبان ده انتصاراتكم لها اي كلام ده مش عارف ايه ده لعيب ماينفعش العبكورة اصلا ده او ده لعيب او ده مدرب على طول كده ده مدرب ما بيفهمش اه هو اللي قال كده على كيروش اه لقيته مطلعها فيلسوف بعد الموصل النهائي هو نفسه طبعا ماينفعش القاعد على الدم الشاشة او قدام مايكروفون او بيمسك وراء وقلم وبيكتب ويخاطب الرأي العام يبقى يعني انفعلاته انطباعية وقراءه انطباعية وسريعة التحول والاشتعال لا ده ماينفعش اه يعني انا بتفرج على منتخب مصر ببقى عصابي بتبقى متوترة جدا بس ببقى شايف الفريق التاني يعني انا هتا اول ما لعبنا مع السنغال انا كنت حزين جدا ان احنا اخسرنا لكن انا شايف ان كانت السنغال احسن مننا في الشوت الاول خصوصا انا هقطع حراك انا اسف انا غشيت منك جملة شهيرة حضارك دايما تقولها وقلتها في انترو الحلقة بعد المباراة على طول انه يا جماعة الكورة بين فريقين طبعا فريقين بيلعبوا انت مش تدروري تكسب على طول انت طبيعي ان الفرقة القدامة ممكن يبقى التوفيق معها وهي اللي تكسبك يعني انت مش بتلعب لوحدك انا فاكر الجملة دي حراك دايما بتقرر ان احنا احيانا نسرح مع فرقتنا مع منتخبنا نقول كان حلوة او وحش طيب ما في فرقة تانية كان بتلعب حلوة اقولك يعني انا مريض بتجارب كتير قوي بالشكل ده بس اخرها مثلا يعني الاهلي وطلع الجيش ماتش السوبر الاهلي الناس كلها بتتكلم بعد الماتش يعني الاهلي وزائع الاهلي وحش وزائع والاهلي ماله والاهلي في ايه والاهلي مش عارفين يا ناس ما تشوفوا طلع الجيش لعب ازاي هو الاهلي كان بيلعب لوحده في فريق لعب صح ونظم على فكرة انا قلت الكلام ده وانا من الستوديو فريد يعني بسيوني بيكلمني بيقولي ربنا يخليك متشكرين جدا يعني يعني محدش بيتكلم علينا والراجل واخد بطولة ده دور انا بشوف ان ده دور مهم جدا للاعلام الاعلامي سواء بيكتب في ازاعة في تليفزيون في اي مكان لا لازم يكون فاهم كويس او انه بيعمل مهنة مهمة جدا بيخاطب رأي العام لازم يحترم عقل الرأي الرأي العام جدا ويقوله الحقيقة من وجهة نظره اذا كانت عنده اسانيده الفنية صحية لكن ما ينفعش تبقى مشجعة قوعة تبقى مشجعة لو انت مشجع حتى المنتخب مصر انا بشجع منتخب مصر انا بفقد اعصابي انت مش هقولك يعني انا بفقد بحجنن وبفرح وبهي لكن ساعة ما يجي اقول رأيي مخاطبا للرأي العام لازم اقوله الحقيقة انا كده طول عمري يعني ما بيش حاجة اسمها الوطنية الوطنية طبعا يعني نساند وندعم وكل شيء كل حاجة بس من المفترض ان اقول برضو سلبيات عشان يبدأ دوري ان انا عالج بس السلبيات بالمنطق وبالعسانيد مش اللي هو ايه ده ما بيعافش يدرب لا لا ما ينفعش عارف اللي هو في المطلق ده لا بيعافش يلعب في المطلق لا نفعش الاحكام السريعة دي كمان ما تنفعش يعني يعني وبعدين حتى كمان لو ديك وجهة نظر فنية في المدرب قول لوجهة نظر فنية الملعب طريقة غلط صح اللعيب ده ما ينفعش تاخده وتحطه في الحتة دي اللي مش عارف لكن كده تقول لي كلام يعني يعني ده ما بيفهمش ده اصله يروح يبيع مش عارف فصولية ولا بطيخ ده كلام ليس لها علاقة ابدا لا بالتحليل ولا بالإعلام ولا بالرؤية ولا ولا لا لا